حبيب أبدأ مع حضراتكم النهاردة واللقاء المهم اللي جمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية وفيكتور أوربن رئيس وزراء المجر اللي يزور القاهرة لمدة 3 ايام نهاردة كان في جلسة مباحثات ثنائية بعدها كان مؤتمر صحفي مهم للرئيس السيسي وأوربن تم تطرق للعلاقات الثنائية ما بين البلدين والحقيقة هي علاقات متنمية خلال الست سبع سنين اللي فاتوا من 2016 بالتحديد الزيارات المتبدلة للرئيس السيسي إلى المجر وزيارة الرئيس المجري إلى مصر وزيارة رئيس الوزراء المجري أيضا إلى مصر خلال السنوات اللي فاتت وشاركة رئيس في مؤتمر فشجراد الكثير من الأمور المتعلقة بالاستثمار والتعاون في مجال الصناعة التعاون في مجال الطاقة مشروعات كتيرة مهمة تم تطرق إليها النهاردة تم تطرق وحتى ذكر ده رئيس زراء المجر النهاردة أن مصر يتكون مصدر أساسي للغاز بالنسبة للمجر بحلول 2026 وطبعا ده بيفتح أفاق السمارية كبيرة جدا أشار كمان إلى فكرة الصناعات المشتركة اللي بتتم على أرض مصر ونقل الخبرات المجرية في بعض الصناعات ده على أرض مصر أمور الحياة كتير جدا بتدل على عمق وعلى مدى رحابة العلاقات بتجمع ما بين مصر وما بين المجر